احتفل الغالم في 16 من اكتوبر بيوم الاغذية العالمي فيما يعاني ملايين اليمنيين من اسوأ ازمة غذائية على مستوى العالم ووفقا للامم المتحدة فان اكثر من 17.3 مليون يمني يعانون من انعدام الامن الغذائي فيما يحتاج 51% من الاطفال و24% من النساء الى علاج سوء التغذية الحاد وبحسب تقرير لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في اليمن اوتشا فان نحو 23.4 مليون شخص في حاجة الى مساعدات انسانية بينهم 12.9 مليون يمني منهم في حاجة ماسة وبشكل عاجل للمساعدة الانسانية حرب مليشيات الحوثي التي يدخل عامها العاشر ادت الى انهيار اقتصادي حاد اذ يعد اليمن من اكبر البلدان كلفة في النقل البحري في المنطقة وهذا بدوره ادى الى زيادة كلفة الاسيراد وبالتالي انعكس على انخفاض حجم الواردات من السلع التي تؤمن الغذاء ووفقا لبرنامج الاغذية العالمي فان اكثر من نصف السكان في اليمن يغانون من انعدام الامن الغذائي ويحتاجون الى المساعدة في ظل انهيار القطاع الصحي في اليمن بسبب انعدام الوقود من المستشفيات وغياب الدعم الحكومي والدولي اللازم للقطاع الصحي وفي وقت سابق اتهم برنامج الغذاء العالمي مليشيات الحوثي بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين وهدد البرنامج بوقف المساعدات الى اليمن اذ لم يكف المتمردون عن ممارساتهم كما هدد بوقف التعاون معهم وقد اثبت تحقيق استخصائي تورط مليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الاغذية من افواه الجائعين في اليمن والاتجار بها في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطرتهم ومنها صنعاء